عندك مشكلة في مباعاتك وعايز تزود العملة بتوعك طب الاول يعرف عميلك يعني ايه؟ في نوعين من العملة عميلي يعرفك كويس وعارف المنتج بتاعك والخدمة ويعرفه نفسينك وعارف عيوبك وكل الهسر بتاعك وعنده نيد وعايز يشتري ده العميل الاولين طب ايه العميل التاني؟ ما يعرفش شركتك ولا المنتج ولا بتقدم خدمة ايه ولا يعرف اي حاجة عن المنتج بتاعك في كوكب الارض كله فقبل ما تبيع العميل في مرحلة الابروت لازم تعرف ده اني نوع من نوعين العملة يعرف عنك وعلمنتجك وشركتك ولا ما يعرفش اي حاجة خالص طب تعرف ازاي؟ تعرف بالاسئلة المفتوحة تسأله سؤال وتسمع كتير اجابته يعني تسأل سؤال خمس ثواني وتسمع زي ما العميل عايز تكلم دي اجابه براحته سيبه براحته اسمع كتير هتفهم عميلك انه نوع من العاملين طب تسأل ازاي؟ اسئلة المفتوحة حضرك تعرف ايه عن المنتج بتاعنا؟ ده سؤال واسمع طب حالك عارف المنتج بتاعنا بيقدم خدمة ايه؟ وليه؟ وامتى؟ وبتستخدمه ازاي؟ هيقولك اه اعرف ما عرفش اول مرة اسمع عن المنتج بتاعك اه انا المنتج بتاعك شفته كتير وليه مميزات بس نسمع عنه وعيوب كذا طب انت عارفت انه ده عارف عن المنتج والخدمة وعن شركتك فانت دلوقتي اول حاجة عشان تعرف العميل بتاعك هتسأل تسمع كتير تسأل تسمع كتير يجي المرحلة التالتة اللي هي ايه؟ هتعمله البرزنتيشن البرزنتيشن اللي تعمل ازاي؟ انت في الاسئلة دي المفتوحة اللي اسألتها العميل وسمعته كويس وكتبت الحاجات اللي هو محتاجها وكتبت ده انهي نوع من نوعين العملة اللي انت بتقدمهم الخدمة وعملت له سكورلينج يعني كام من عشرة العميل ده كوالفاي مؤهل اشتري المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها ولا بلح ولا مش هشتري المنتج ده على مقاسه ولا والخدمة اللي انت بتقدمها على مقاسه ولا فيه منتج تاني في شركتك تعرضه عليه علشان يشتري وياخد كرر الشراء علشان هو عنده نيب تماما ولو ما عندوش نيب انت بتقدمه الوعي وبتقول المنتج بتاع ايه هو علشان تخلق عنده نيب وتشوف ايه هي المشكلة وتحلها جميل مرحلة البرزنتيشن بقى دي بتيجي بازاي يعني ايه ازاي يعني حضرتك بعد ما عرفت ودونت كل حاجة بتقوله ده المنتج ده بيحلله كل المشاكل اللي عنه ده مصباح علاقه بيحلله بس بجد ما بتحكش عليه وان انت لديته المنتج اللي على مقاسه ديته البدلة اللي على مقاسه ما زودتش عليه ديته بدلة واسع ولا ديقتها عليه قوي على امكانياته اعرفت ازاي وايمت عميلك بالاسئلة كل ما بتسأل وتسمع كل ما هتعرف عميلك محتاج ايه وتدهوله ولو العميل رجع عنك هرشح لك عملة كتيرة جدا وهتزود دخلك وهتبقى من top 3 اللي احنا قلنا عليه يبقى انت تسأل تسمع كتير تعمل البرزنتيشن بازاي اللي هو الطريقة البيع الغير مباشرة اللي هو الاموشن السيلز ستوري ما تستخدمش الطريقة البيع المباشرة اللي هي اشتري منتجنا زور فرعينا المنتج ده احسن منتج احسن ساع لا قل المنتج بتاعك هيوفره ايه وقته مجهود وهيريحه ايه حل المشكلة اللي عنده اللي هو عايز يسمعها وهيدفع عليها فلوس ومش يشتري الكلام في الهواء ولا يحسها وان العملة بتوعك اللي اشتروا منك دي اراءهم راجعين عنك انت بعد ما قلت له الكلام ده وقلت انه المنتج ده هيريحه في المستقبل وهيحس بايه هو بيستخدم المنتج بتاعك وايه الشعور اللي هيبقى عنده دي طريقة البيع المباشرة دي الطريقة النكحة اللي بتخلي العميل ان انت فعلا بتبيع له حاجة هو محتاجة مش بتتنصب عليه ولا بتضحك عليه ولا بتشقل بالبيع زي بيقوله اعمل انا قلتلك عليه مباعاتك هتزيد وهتبقى راضي على اللي انت بتعمله وهتدي كل واحد الحاجة اللي هو محتاجة شكرا جدا لدي اشتركوا في القناة ца